بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذ الأعزاء السلام عليكم درسنا لهذا اليوم بعنوان أسلوب الاختصاص وقبل أن نشرع في شرح هذا الدرس لا بأس أن نعرج على الدرس السابق وهو أسلوب النداء النداء خطاب موجه إلى مخاطب لإثارة انتباهه إلى ما سيقال أدوات النداء منها ما يستعمل للقريب نحو آ وأي ومنها ما يستعمل للبعيد نحو آيا هيا وآ ومنها ما يستعمل للقريب والبعيد مع النحو يا وهي الأكثر استعمالا بين المخاطبين أحكام المنادة إذن نذكر بأحكام المنادة إذن سبق لنا أن تعرفنا على على إعراب المنادة إذن يعرب منصوبا إذا كان نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف ويعرب المنادة أيضا مرفوعا إذا كان معرفا مسبوقا بأي أو أية وإذا كان معرفا بأل مسبوقا باسم إشارة كما يبنى المنادة على الرفع إذا كان نكرة مقصودة أو علما مفردا هلموا معي أحبائي للتعرف على أسلوب الاختصاص نقرأ الأمثلة المثال الأول نحن المغاربة متضامنون في الصراء والضراء المثال الثاني نحن حماة الوطن ندافع عنه بدمائنا المثال الثالث أنا أيها الطبيب أقوم بواجبي المثال الرابع أنا أيتها الممرضة أصهر على راحة المرضى تأملوا معي هذه الأمثلة ما الذي يميزها ممتاز ابتدأت جميعها بضمائر جيد ما نوع هذه الضمائر؟ نعم ضمائر للمتكلم وما الاسم الذي يليها وكيف جاء؟ نعم جيد إنه اسم منصوب وضع بين عارضتين لاحظوا معي أيضا هل يمكن حذف هذا الاسم مع الحفاظ على نفس المعنى؟ ولماذا؟ وهل هناك علاقة بينه وبين الضمير الذي سبقه؟ نعم إذن الاسم الذي يليه هو اسم يزيل إبهامه ويوضحه فحينما نحذف هذا الاسم في الجملة الأولى مثلا نقول نحن متضامنون في الصراء والضراء وفي الجملة الثانية نحن ندافع عن الوطن بدمائنا وفي الجملة الثالثة أنا أقوم بواجبي وفي الجملة الثالثة الرابعة عفواً أنا أصهر على راحة المرضى نلاحظ أن معاني هذه الجمل غير مكتملة بسبب إبهام يشوب الضمائر المستعملة على من تعود هذه الضمائر؟ إذن فالاسم الذي يليه الضمير هو اسم يزيل الغموض والإبهام هو يوضح ويخصص لذلك سمي بالاسم المختص إذن لنستعين بالجدول لإنجاز نشاط الوصف والتحليل والتعرف على الاسم المختص لنحلل مكونات الجدول الخانة الأولى تتضمن ضميراً وهو الضمير الذي ابتدأت به الجملة الأولى وهو ضمير للمتكلم ليه مباشرة اسم وهو المغاربة كيف جاء هذا الاسم؟ نعم جيد جاء مقترناً بأل معرفاً كيف جاءت حركته الإعرابية؟ ممتاز نعم اسم المنصوب ما العامل فيه يا ترى؟ جيد إذن فعله غير موجود لكنه جاء مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً تقديره أخص أو أعني أو أقصد نمر إلى الجملة الثانية أيضاً ابتدأت بضمير المتكلم لكن الاسم الذي يليه يختلف عن الاسم الذي ولد في الجملة الأولى اسماً مختصاً بحيث لم يأتي مقترناً بأل بل جاء مضافاً إلى ماذا؟ نعم جيد مضافاً إلى معرفة لاحظوا حركة كلمة حمات جاءت اسماً منصوباً إذن اسم منصوب بفعل محذوف أيضاً تقديره أخص أو أعني والتقدير في الجملتين معاً الأولى نحن أخص المغاربة متضامنون في السراء والضراء أما الثانية نحن أعني حماة الوطن ندافع عنه بدمائنا نمر إلى الجملتين الأخيرتين لاحظوا معي هل الأمر يختلف عن الجملتين السابقتين؟ جيد نعم الأمر مختلف إذن الاسم المختص في الجملتين الأخيرتين أخيرتين جاء على صيغة أي للمذكر وأي للمؤنت مسبقتين بضمير للمتكلم تأملوا معي أيضاً أي وأي ليست منصوبتين وإنما جاءت مبنيتين على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أو أعني الثالثة أنا أقصد الطبيبة أقوم بواجبي وفي الجملة الأخيرة أنا أعني الممرضة أصهر على راحة المرضى إذن من خلال ما سبق نستنتج أن بنية أسلوب الاختصاص تتكون من ضمير للمتكلم وهو إما أنا أو نحن أيضاً تتكون من الاسم المختص وهو إما أن يكون إسماً ظاهراً معرفاً بأل أو إسماً ظاهراً مضافاً إلى معرفة وحكمهما ينصب باعتباره مفعولاً به لفعل محذوف وجوباً تقديره أخص أو أعني وقد يكون الاسم المختص على صورة أي أو أية بحيث يختلف إعرابه باعتباره إسماً مختصاً مبنياً على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوباً تقديره أخص أو أعني ونأتي الآن إلى نموذج إعرابي لنستأنس به حول أسلوب الاختصاص نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ المغاربة مفعول به منصوب على الاختصاص لفعل محذوف وجوباً مع فاعله تقديره أخص أو أعني أو ما في معناه وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره متضامنون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وجملة الاختصاص جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب نقوم ما سبق ومع أنشطة التطبيق إذن خذوا أقلامكم ودفاتركم وأنجزوا أنشطة التطبيق النشاط الأول ضع اسماً مختصاً مناسباً في المكان الخالي جملة الأولى نحن فراغ نجتهد في دروسنا جملة الثانية أنا فراغ لا أحب السرعة جملة الثالثة نحن فراغ ندافع عن المظلومين السؤال الثاني أو النشاط الثاني ضع أي أو أية مثلوتين بنعة مناسب معرف بألف المكان المناسب جملة الأولى أنا فراغ أعمل بإخلاص الجملة الثانية نحن فراغ نقول الصدق التطبيق الثالث اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية مختصاً في جمل مفيدة الرياضيون الأطباء القدات سوف نصحح التطبيقات إذن السؤال الأول كان هو ضع اسماً مختصاً مناسباً في المكان الخالي الجملة الأولى نحن التلاميذ نجتهد في دروسنا الجملة الثانية أنا السائقة لا أحب السرعة الجملة الثالثة نحن المحامين ندافع عن المظلومين نمر إلى التطبيق رقم اثنان السؤال كان كالتالي ضع أي أو أية متلوتين بنعة مناسب معرف بأل في المكان الخالي الجملة الأولى أنا أيها المعلم أعمل بإخلاص الجملة الثانية نحن أيتها المسلمات نقول الصدق نمر إلى التطبيق رقم ثلاثة اجعل كل كلمة من الكلمات الآتية مختصاً في جمل مفيدة الرياضيون نحن الرياضيين نحب رفع راية البلاد في الملتقيات جملة الثانية الأطباء نحن الأطباء نصهر من أجل راحة المرضى القضاة نحن القضاة لا نتساهل مع المجرمين والفاسدين إلى هنا نأتي إلى نهاية حصتنا هذه على أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة أستودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر